حول هذا الملف ينضم إلينا المحامي الأستاذ نايف الدعاجة عضو مجلس بلدية الزرقاء أهلا بك معنا أستاذ نايف في بعض الخبر بداية نريد أن نفهم ملف المباني المهجورة والمنازل المهجورة في الزرقاء وكيف تتعامل البلدية مع هذه المنازل وهذه المباني ستهاية الأبنية المهجورة في محاوضة الزرقاء موجودة في الأحياء القديمة اللي زي مثلا حي الأمير محمد حي الحسين الغورية وحي جناعة طبعا أصحابها غير موجدين أو غير متواجدين في المدينة أصلا إيش خارج البلد وإيش ترك المدينة ورجع إلى مسقط رأسه في المحافظات الأردنية هذول أكثرهم كانوا مثلا بالجيش لذلك سميت مدينة الجند والعسكر فتركوا هذه المباني ورجعوا إلى مسقط رأسه البلدية قامت بحصر هذه المباني والتي تزيد عن حوالي 300 بيت مهجور والبلدية في الوقت الحالي غير قادرة على إزالة هذه المباني ولكن يتم إزالة بعض المباني على مراحل وبوطء شديد البلدية تسعى أنها تطرح عطاء لإزالة تلك المباني المهجورة في الأحياء القديمة ولكن تحتاج إلى دعم تحتاج إلى دعم من وزارة ما الذي يلزم طرح العطاء؟ دعم بدنا دعم مثلا بحاجة البلدية بحاجة إلى دعم من وزارة لدارة المحلية ومن الحكومة وتأمل بلية الزرقاء صراحة لقلة الإمكانيات ولقلية أو لقلة الحاجة فيها تأمل أن تبادر الحكومة بدعم بلية الزرقاء لإتمام وإزالة البيوت المهجورة نتحدث عن عوائق فقط مادية؟ نعم ما في عوائق قانونية؟ لا لا ما في كل واحد معروف بعد ما حصلنا البيوت معروفين أصحابها يعني ممكن نتواصل معهم توصلنا مع بعض أصحابها بس لكن نقولك ما عندي للمقدرة أني أنا أزيل هاي المباني يعني فيه كم واحد جديد في منطقة جناعة في حوالي ثلاثة بيوت أزالوا بيوتهم المهجورة أصحاب البيوت أصحاب البيوت بعد ما توصلنا معهم كبلدية الزرقاء طيب ملف المباني الآية للسقوط كيف تتعامل معها البلدية؟ البلدية تتعامل معها صراحة بصرف النظر عن موضوع المادي بصرف نتعامل معها يعني إذا كانت آية للسقوط بتتحرك البلدية مباشرة وتعالج الأمر يعني مما بإزالتها حكيت لك أنا بداية الأمر أن البلدية تقوم بالإزالة على عدة مراحل منها الآية للسقوط الآية للسقوط الساحات تلبيوت هاي المهجورة صراحة بالوضع الحالي بتشكل مكارها الصحية وملجأ لأرباب السوابق بما أنه اطرقت لهذه النقطة إذا إحنا ما عنا مصاري وما عنا عطاءات لحتى نشيل ونزيل هاي البيوت ما عنا كمان إمكانيات نراقب عليها ستي بالنسبة للبيوت المهجورة أنا قلت لك أنه في مكاره صحية صارت مكاره صحية لكن البلدية صراحة مش مقصرة بالحكي هذا أي واحد بده مثلا نفايات وشغلات هاي المخلفات شغلات حتى الأبنية واحد عنده مخلفات أبنية يجي حطن بالبيت المهجور لأنه ما فيش صحاب وما في البلدية ولكن الرقابة أين من أنه لا يتم تجميع النفايات؟ أسا الرقابة في عندك مثلا حطنين بالشوارع حاويات لكن المواطن يقول لك أنا مثلا ليش أودي الطمام هذا أو الطراب جزء منه أنه سلوك اجتماعي خاطئ نعم نعم ولكن يعني بكل الأحوال المشكلة واقعة موجودة سواء السلوك كان سليم أو مش سليم موجودة نعم نعم الآن البلدية كيف بتعالج موضوع النفايات إذا بنتحدث عن جزئية النفايات اللي بالبيوت المهجورة نعم في عندنا فريق طوارئ وفي عندنا فريق للمنطقة يوميا يوميا يشيل هاي الأنقاض وبيشيل هاي النفايات ولكن الواقع بيحكي غير هيك كيف الواقع بيحكي زيك؟ الواقع بيحكي أنه في تراكم للنفايات وفي سكان القريبة من المنطقة متأذية نعم أنا ما أكيد متأذى بس إذا البلدية مثلا أجد شالت اليوم وأجد واحد كب بنفس اليوم أو ثاني يوم البلدية ما بتلحك قلة الآليات قلة الآليات عندنا صراحة قلة الآليات والإمكانيات أنه ما بقدر نجاري ما بيقدر نجاري كل يوم بيوم يعني المواطن لازم المواطن لازم المواطن يشعر مع البلدية يشعر معنا ما هو البلدية تحسسوا أنه ممكن يصير فيه اتخاذ إجراء قانوني في موضوع النفايات في إجراء قانون رح يتم اتخاذه في موضوع السلوكيات الخاطئة اللي تم ممارسة داخل هذه المنازل داخل هذه المباني يعني لازم يحس المواطن في أنه في عقوبة في رادع ممكن يجي شو عندها بلدية الزرقاء روادع وإجراءات ممكن تتخذها بحق المخالفة نحن للأمانة كأعضاء مجلس بلدي ما جينا أول شيء عساس نفرض عقوبة أو نردع المواطن أو نجي جلدين على المواطن بالعكس نحن نجينا لخدمة المواطن ولكن في قوانين لازم تحمل بيئة ولازم تحمل المواطن في نفس الوقت وهي القوانين الموجودة ولكن كيف بتم تطبيقها كيف بتم تفعيلها يعني الأشخاص والحالات الفردية إذا بنا نحكي على السلوكيات الخاطئة أو السلوكيات الغير أخلاقية اللي بتكون موجودة في هذه الأماكن المهجورة بيعانوا منها الأهالي اللي في المنطقة وهون بيجي دور القانون بأنه يحكي لهم لا أنا رح أمنع هذول الجماعة من أنهم يكونوا موجودين أسه في مثلا إحنا إذا في مثلا إذا تكرت الحالة هاي في عندنا كمان يعني خانقول بس مش شيء نخاطب المحافظ إذا تكرت الأمور نخاطب المحافظ أنه مثلا في عندنا مثلا سلوكيات أنه في مواطنين بيحطوا طمم أو يحطوا كذا أو يحطوا نفايات داخل تلك البيوت المهجورة فالمحافظ يطلبهم المحافظة والسلامة العامة تطلبهم ويحطوا عليهم مثلا خانقول على أساس أنه يزيل هاي يعني يجبروهم يجبروهم يزيلوهم من خلال تعهد بإزالة النفايات أو الطوامة اللي حطن وإذا مزاحا البلدية كمان برضو ما بدو قسر طيب هذا فيما يتعلق بالمحافظة ولكن شو مدى التعاون مع الأجهزة الأمنية؟ من أي ناحية الأجهزة الأمنية؟ من ناحية السلوكيات الغير أخلاقية وفي أصحاب سوابق يعني بيستخدموا هذه المنازل ويستخدموا هذه المباني المجورة وهذا واقع أستاذ نايف أنا بتحدث عن واقع والصورة يمكن شرحت قليل ولكن اللي بحضرنا هلأ واللي متابع من أهالي المنطقة بيعرف عن إيش منحكي وكمان في مقابلات عنا بتحكي عن هاي المشاكل بشكل كبير كبير اللي هي أرباب السوابق نعم ستة إحنا كبلدية صراحة كبلدية إحنا ما بيقدر نتابع أرباب السوابق أنا بسألك عن تعاون كويس إحنا مش أجهزة أمنية ولا أجهات أمنية طيب ولكن شو مدى التعاون مع الأجهزة الأمنية؟ لحتى نقول إنه يا عمي شوفوا هاي المنطقة رقبوا عليها أكثر أسا بالنسبة للأجهزة الأمنية ما بتقصر في عندنا مجالس محلية بتخاطب بتخاطب الجهات الأمنية الصراحة الجهات الأمنية ما في منها تقصير بتساوي حملات يعني بيستمرار وهو لو ما في تقصير إحنا ما بنسمع شكاوي كيف إحنا اسمعنا شكاوي خنقولك الإعلام يعني خنقول الشكاوي اللي بتحكي عنهن مش بهذا الكم مش بهذا الكم مش بهذا الكم طيب واضح إنهم بديش أحكي ما بدك تعترف لي بالمشكلة ولكن أنا قاعد أقولك في مشكلة أنا قاعد أقولك في مشكلة أستاذ نايف المشكلة موجودة أنا قاعد أقولك في مشكلة بس مش بهذا الكم طيب لا لا بهذا الكم لا لا يا ستي لا إحنا منتحدث عن حلول سواء كانت فيها بشخصية ولكن ولكن يعني مش ضروري أن يصير في عندي 30 ولا 40 مجرم مثلا موجودين في هاي المنازل وبتصرفوا السلوكيات غير أخلاقية حتى أبدأ أحل المشكلة ستي أسا إحنا كبلدية قاعد أقولك إحنا مش جهات أمنية حتى الراقب الوضع بالبيوت المهجورة طيب أنا سألتك عن تعاون شو مدى التعاون التعاون موجود التعاون موجود من أجهزة الأمنية شو طبيعته شو طبيعته اشرح لنا عنه التعاون موجود من الأجهزة الأمنية بإرسال دوريات وحملات يعني خنقول بمعدل أسبوعي بسبوع مرة أو مرتين وأنا يعني لحظت هذا الحكي هذا الحملات وشفتهم وشاهدتهم في منطقة جناعة في البيوت المهجورة لأن المنطقة بتخص نهاية طيب أنا وقتي المخصص لهاي الفقرة انتهى ولكن إحنا رح نستمر في بعض الخبر في متابعة هذا الملف وأكيد رح نستمر في متابعته مع مجلس بلدية الزرقاء بدي أتشكرك المحامي الأستاذ نيفد عجا عضو مجلس بلدية الزرقاء شكرا لوجدك معنا في بعض الخبر شكرا شكرا